كثيرات الحدود ضرب ثنائي الحد المقصود من كلمة ضرب ثنائي الحد أنه يوجد كثيرة حدود ثنائية الحد أنه حدين وكثيرة حدود الأخرى ثنائية الحد أنه مقصود بذلك كذلك حدين عندما نقوم بعملية ضرب هذه إنما نختصرها في قانون أو قاعدة لدينا هي عبارة عن ألف زايد بعد عندما نقوم بعملية ضرب الجين فيما بالداخل القوس أنه تأتي بهذه الطريقة تساوي لنا أي أن ذلك يتم على طريقة الصورة الآتية أننا الآن نقوم بعملية ضرب السين الآن نعتبر هذا حد واحد اللي هو ألف الآن نقوم بعملية ضرب السين بالحد الآخر أنه يطلع عندنا الإجابة سين تربيه ما بيداخل القوس سيكون لدينا سين تربيه ناقص جذر 6 هذا الحد الأول نقوم بعملية تنزال الزايد بعد ذلك جذر 2 نقوم بعملية كذلك عملية ضربها في الحد الآخر وهي سين تربيه ناقص جذر 6 الآن سوف نقوم بعملية فك الأقواس بنفس القاعدة وهي كذلك فكها بعملية ضرب الجيم ما بداخل القوس الجيم في الباء من ثم الجيم في الألف هنا كذلك نستخدم نفس القاعدة نفس النظرية أنه نقوم بعملية ضربة سين مرة في سين تربيه وكذلك مرة في الجذر عندما نقوم بعملية ضربة فنكتشف أن سين مع سين تربيه تعطينا سين أربعة سين تربيه مع جذر الثنين تعطينا ناقص سين زي ما هو بعد ذلك سين تربيه جذر 6 بعد ذلك ننزل زايد زي ما هو من ثم لعن نفس الطريقة الجذر الثنين في السين تربيه وكذلك الجذر الثنين في السالب جذر 6 عندما نقوم بعملية الضرب إذن نكتشف جذر الثنين في سين تربيه إذن سين تربيه جذر الثنين بعد ذلك نقوم بعملية ضربة جذر الثنين في سالب جذر 6 إذن نقطعينه موجب سالب إذن سالب الآن عندما نقوم بعملية هذه الضرب هنلاحظ أنه هنا عندنا جذر الثنين ضرب جذر 6 تساوي عندنا جذر 12 إذن بعد ذلك كنا كتابتها على صورة عدد 1 جذر 12 هنلاحظ هنا مع بعض إنه عندنا هنا سالب سين تربيه جذر 6 زايد سين تربيه جذر الثنين إذن نلاحظ مع بعض هنا هذه بإمكاننا أن نختصرها في اختصار واحد كيف ذلك؟ عندما نقوم بعملية اختصار هذه الآن ناقص سين تربيه زايد سين تربيه إذن نلاحظ أنه سين تربيه مشتركة بعد ذلك فتح قوس الآن ناقص جذر 6 زايد جذر 2 إذن بإمكانك كتابتها على هذه الصورة جذر 2 ناقص جذر 6 هذا هو الآن بإمكانك تنزيل ما كان قبل القوس قبل عناصر المشتركة اللي هي سين أربعة زايد بعد ذلك ناقص جذر 12 بإمكاننا اختصار هذا الجذر 12 على الصورة الآتية كيفية ذلك؟ لو نلاحظ مع بعض هنا إن جذر 12 تساوي في نفس الوقت جذر 3 مضروباً في جذر 4 الجذر 4 بإمكاننا اختصاره 2 إذن 2 جذر 3 هذا بإمكاننا اختصار هذا الأنصر ويوجد طريقة حل أخرى لهذه المعادلة وهي الضرب أو فك الأقواس بطريقة مباشرة كيفية ذلك؟ لاحظ معايا هنا عندما نقوم بعملية الحل أو الطريقة الأخرى الآن نقوم بعملية ضرب السين تربيع في سين تربيع فتوجد عندنا سين أس أربعة بعد ذلك نقوم بعملية ضرب كذلك السين تربيع في جذر سالب 6 إذن سالب سين تربيع جذر 6 بعد ذلك نقوم بعملية ضرب الحد الثاني في الحدين الأخرى إذن نقوم بعملية ضرب الجذر 2 في سين تربيع إذن نوجد عندنا موجب سين تربيع جذر 2 بعد ذلك نفس جذر تربيع 2 في سالب جذر 6 إذن سالب 2 و 6 تعطينا 12 زي ما ذكر لنا فوق إذن جذر 12 لو لاحظوا أن هذا العدد يساوي نفس هذا العدد وشكرا ترجمة نانسي قنقر